تعالوا بقى نعمل كده طاجن المعالي يعني بتاع الفنادق بقى يعني احلى طاجن بنكله في افخم كافيهات الوصفة الاصلية بقى بكل بقى يعني تركاتها وهنعملها منكر كريمة هنعمل بديل الكريمة وتحفة جدا يعني مش هتفرق بالعكس طعمها احلى بجد حلوة جدا جدا تعملوها بقى فيلا بينا نشوف الطريقة لو امر تشوفوني انا دعا عمر ما تنسوا تشتركوا في القناة وليك مش اللي واعجابكم الفيديو تعالوا بقى نعمل معالي اول حاجة هنجيب ميل فيه من اي مكان خلص بتاع الحلويات وبعد كده او ممكن من السوبر ماركت وبعد كده بنكسرها زي ما انتم شايفين وحطت عليها معلقتين كبر من الجوز الهند وقلبتها كله في الميل فيه حشان قاطر الجوز الهند يتوزع كويس تمام بعد كده اجي على النار هنجيب بقى لبن ممكن على حسب الكمية لتر لبن مثلا او نص لتر ونحط عليه سكر وفانيليا ونغليه على النار بعد كده هنحطه على المعالي وخلي بالك هي تتشرب وهتحتاج تاني وبنحط لها عادي ما فيش اي مشكلة خالص بس كده اول حاجة طبعا بعد كده ببتدي ان انا هنحط عليها اي مكسرات عندك في البيت على حسب وعايز تعملها سيدة براحتك انا هنحطت عليها شوية سوداني وزبيب وبعد كده عملت الكريمة الكادبة اللي انا بقول لكم عليها بتبعوا عبارة عن لبن ومعلاقة واحدة بس من النجا وعليها الفانيليا وعليها سكر تكون زي ما انتم شايفينها خفيفة مش متكتلة يعني انا مش مقترة فيها النجا وبتحطيها على الوش وبتنزليها في الفانيليا لغاية لما تطلع باللون الطحفة اللي انتم شايفينه ده هو ده اصبط لون اصلا لمعاليه بعد كده بقى بتزينوها باي حاجة هي قردت عليها بس كده فصعين جمل شكل التزين مش اكتر طحفة مزبوطة اللي هو ده القوام الصحة ليها اجربوها اتعجبك او الوصفة دي لو احتاجت مينك لبن ممكن تساودوها عادي مفيش مشكلة وبقى الفاني وشيفة